أوعز رئيس الوزراء بتعديل التعليمات الإجرائية والأنظمة الضرورية التي تكفل شمول القضاء بتأمين الصحي للوزراء والنواب والعيان وذلك تنفيذا لتوصية اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فيما يتعلق بالتأمين الصحي للقضاء ووزير العدل أكد أن رئيس الوزراء أوعز بوضع توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء المتعلقة بتأمين الصحي للقضاء موضع التنفيذ والتنسيب لمجلس الوزراء للازم على نظام التأمين الصحي وكانت الحكومة اعتمدت رسميا تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بعد الموافقة على جميع التوصيات التي تضمنها التقرير